اشتركوا في القناة اضعافها باذن الله لكن بقدر امننا في جمع هذه التبرعات منكم ايها الكرامة بقدر ما يعتصر القلب لمشاهد تقتل وجدان فعلا نشاهد مشاهدين الكرام في كل يوم صور اطفال تتدور جوعا وترتجف من شدة البرد وشيوخا استسلموا لهذا الواقع المرير فقط نسمع كلمة واحدة ترتج لها الاسماع هل من مغيث هل من مغيث في هذه اللحظات مشاهدين الكرام في هذه اللحظات ونحن معكم لو نتصفح فقط صفحات الانترنت ونكتب اطفال سورية ماذا سنشاهد سنشاهد والله حجم المعاناة الاليمة ستأتيت تلك الصور لتتكلم عن تلك الجثث التي تجمدت واخرى تلك الوجوه التي صفرت واخرى حقيقة لم تذق طعم الحياة والاستمتاع نعم أملنا كبير ياهل قطر في النجمع اليوم أكبر قدر ممكن من تبرعاتكم لدعم أخواننا في سوريا أملنا كبير لأن أهل قطر ومؤسسات قطر وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أثبت للعالم مرارا وتكرارا أنه من أهل الجود وأهل الكرم ستجدون على مدار الساعة أو على مدار هذه التغطية جميع وسائل التواصل والتبرع ستجدون أيضا الخط الساخن أسفل الشاشة في الشريط ونحن في انتظار حضور سخي يسعد القلوب البائسة في الشام وجوارها ويسعدنا في هذه التغطية أن نرحب بكوكبة من ضيوفنا الكرام معنا هنا في الاستيديو في معرض مالاول نرحب بالسيد عادل علي الباكر مستشار الشؤون العامة بالهلال الأحمر القطري ونرحب كذلك بالسيد عبد الرحمن الحرمي سفير ومسؤول البرنامج أو البرامج القيمية في قطر الخيرية ويضا نرحب بالدكتور الشيخ عايض القحطاني رئيس مجلس الأمناء المدير العام لمؤسسة راف مرحبا فيكم معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام ونقول ربما يلحق بنا السيد علي بن عبد الله سويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد محمد الخيرية فأهلا بكم جميعا وطبعا من خلال هذه الأثناء سنحاول أن يكون معنا إن شاء الله ربط مباشر مع عدد من الضيوف من العاصمة الأردنية عمان ومن بيروت وأيضا من الداخل السوري نقول لكم أهلا وسهلا بكم اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ حديثنا اليوم يا أهل القلوب الدافئة لابد وأن نترك المجال للصورة أن تتكلم فمن بين أشباح الموت هربوا وفي أحضان التشرد والجوع ألقوا بأنفسهم غير آبهين بخاتمة الأمور ركبوا المهالكة خوفا من الهلاك وللأسف مشاهدنا الكرام فضلوا الحياة على أسنة الجوع وتحت وطأة البرد على فقدانها بقذيفة مجهولة اللاجئون السوريون مشاهدنا الكرام رحلة عذاب تحاصرهم فيها المعاناة من كل اتجاه نشاهد هذا التقرير ما بين التشرد وقسوة البرد يفترش اللاجئون السوريون أوجاعهم على أرصفة الحاجة متدثرين بعباءات أمل لا تمنح الدفء لأجسادهم المنهكة ولا تقيهم جحيم حاضر اشتاحتهم ويلاته وشردهم جبروته عن كل شيء إلا الفقر والبرد وبعض الرغبة بالحياة تبقيهم يجاهدون من أجل البقاء كهذه المرأة التي اغتالت عزة الدمع عبارات الشكوى وطلب العون في صوتها الله لا يمرأة أعلى مخلوق الله لا يمرأة أعلى مخلوق يا بنتي والله عندي أعزب البيت والله والله بس من البرد ميت من البرد ليست هذه المرأة وحدها من تكابد شظف اللجوء ومرارة التشرد وسطوة السقيع فهؤلاء الأطفال تخنقهم قسوة البرد وتفقدهم حتى القدرة على البكاء فالثلوج اقتحمت خيامهم عنوة لون رأفة بطفولتهم التي هجروا عنها وهم لا يعلمون ومع ذلك يحاولون قهر معاناتهم والهرب من حصار البرد باللعب بالثلج محاولين اختلاص لحظات من الدفء على حين غفلة من الحاجة أما الكبار فيحاولون بكل ما أوتوا من صبر لملمة أوجاعهم والعمل ولو باليسير على حجب البرد عن صغارهم حينا بترميم بيوت الصفية وأحيانا أخرى بجمع ما تيسر من بقايا الخشب لإشعال المدفأة بعد أن عز الوقود وظلت دفء طريقه إلى خيامهم حاجينا من بلادنا وجينا ومغلمتنا يا ولدي هالليل كله يولاها أطفال تحت هالثلج وتحت هالمطار وتحت كل هالليل قاضبين هم مجادين ويا ابن أختي اش بدنا نساوي اعين على الله اش بدنا اش يريد نساوي ده ما بي والله غير الله اذا مأساة اللاجئين سوريين لا تتوقف عند عذابات برد لا يرحم ولا تنتهي عند أشباح جوع تحملت بطشها أمعاء الكبار وفضحت قسوتها صرخة أغيثونا في عيون الصغار لكن المعاناة مستمرة في حصارهم كحصار الثلج لمخيماتهم التي تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر